السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأحد 25 حزيران يونيو طبعا القمر موجود أغلب اليوم أو طيلة اليوم في برج العذراء في ساعات المساء المتأخرة في عنا خلو مسار بعدها بدأ ينتقل القمر للميزان فما رح نركز كثير على انتقاله للميزان لأنه رح يجي في نهاية اليوم في حلقة الغد رح يكون الذكر بس عن الميزان لوحده اللي هو حلقة يوم الاثنين ولكن اليوم حلقتنا رح يتركز أكثر شيء رح نعطي تلميحات عن وجوده في برج الميزان ولكن التفصيل الكامل بيكون في حلقة الغد طبعا اليوم يوم تقلبات مزاجية مفاجآت في أشياء مش مريحة خلال هذا اليوم فعشان هيك شوي بدها يعني شوية حذر طبعا القمر اليوم زي ما حكينا هو موجود في برج العذراء في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و 14 دقيقة من مساء الليلة ليلة السبت على الأحد بعدها بده ينتقل لمنزلة الغفر ورح يظل في منزلة الغفر لغاية الساعة 58 و 57 دقيقة من مساء اليوم الأحد منزلة الغفر هي منزلة بتكون ببرج الميزان أغلبها وهي منزلة للكنوز والظفر والتفريق والمنع المشاكل النفي بما أن القمر موجود اليوم في برج العذراء معناته منعود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا بالمحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أن عنصر التنظيم يلعب دور هام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود وهاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين أو شرب الكحول بوسع نقتناع حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي الزاوية طبعا تأثيراتها زي ما حكينا من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 ذروتها يوم 1-7 الساعة 5 و5 دقائق صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بيزيد توجهنا إلى إجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية تجلبنا حيوية ونشاط بتزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحنات والنجاحات الأدبية مشاريع برضو بيتركز جهودنا على أهداف محدودة وهذا الاتصال غير مناسب في بعض الأوقات لازم ندرسها بشكل جيد خصوصا الأمور التي تتعلق بالسفر أو التي تتعلق بالصداقة أو الزواج لازم تكون على بيّنة وكل الأمور واضحة تماما ما تترك المجال للمفاجآت أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 طبعا ذروتها يوم 1-7 ساعة 10-25 دقيقة صباحا بتوقيت تدفع بحضوضنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا ثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف هذا الاتصال بجلبنا بعض الحضوض والنجاحات وإمكاني أنه يكوننا دور اجتماعي مهم ممكن أن نحقق في حياتنا المهنية والمادية بعض النجاحات وتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي حكينا زاوية مش سهلة طبعا بدايتها كانت يوم 24-6 ومستمرة ليوم 14-7 ذروتها يوم 2-7 الساعة 22-33 دقيقة عصرا هاي الزاوية بتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع يعني بدكوا تكونوا حذرين أثناء التعامل مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 21-6 ليوم 6-7 طبعا ذروتها يوم 29-6 الساعة 1-42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية وبتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة وبرضو بتعطينا قدرة يعني بتسوي عنا حسب الواجب بتساعدنا على النجاح وبرضو بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن نحقق نجاح في العمل أو علاقات جيدة مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي وإن تأثيراتها من يوم 11-6 ليوم 26-6 يعني في آخر أيام لإلها طبعا هاي بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع من مين لا تتبع أحلامنا ومشاريعنا الخيالية بتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والاضطراب من مين لحل مشاكلنا باللجولة الكحوليات والأدوية والمخدرات ممكن نتعرض لتوعكات صحية غامضة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي برضو تأثيراتها من يوم 25-5 ليوم 14-7 ذروتها كانت يوم 19-6 هاي زاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو على مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن وبرضو بتعطينا سعادة مادية وهي فترة مناسبة للاستثمار وقتنا ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من الزوايا الخطيرة جدا اللي نبهنا منها بالفترة الماضية وأحداثها هيها على الساحة قائمة هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين أورانوس هاي الزاوية والنتاثيراتها من يوم 17-6 ليوم 5-7 ذروتها يوم 26-6 في تمام ساعة 9 و22 دقيقة صباحا هاي بتخلي في عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا تجعلنا غريبي الأطوار عنيفين بتسببنا شقاقات عاطفية البعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما المقصود بالأحداث اللي بتصير من الأشياء اللي احنا ذكرناها يوم 17-6 هو احتمال وقوح حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع الطائرات طبعاً عنا بالوردن وقع الطائرة هليو كابتر الله يرحم قائدها ويصبر أهله برضو حوادث العلاقة بالسك الحديد الزلازل العواصف طبعاً بكل بشكل مفاجئ وكبير بالغرب في نوع من أنواع التمرد أو انقلاب عسكري ممكن يتم عزل أحد القادة الكبار وهذا الأحداث قاعدة بتصير وبتشهد مظاهرات واضطرابات بشكل فوضوي في العالم السياسي برضو بتركز على أمور إلها علاقة بالصحة وقمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية وبرضو هاي الأمور واضحة بالنسبة للزوايا اللي اليوم ذروتها وقوتها وتأثيراتها أول زاوية هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية طبعاً ذروتها الساعة خمسة واثنين وخمسين دقيقة من صباح اليوم الأحد ولكن تأثيراتها مستمرة إلى مغرب يوم يعني لمساء يوم الأحد يعني تأثيراتها من الآن ولغاية منتصف الليلة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما التكنولوجيا الابتكار والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد طبعا هاي الزاوية تأثيراتها يعني ذروتها ساعة خمسة واربع وعشرين دقيقة من بعد عصر اليوم الأحد برضو هاي تأثيراتها بنقدر نقول من الآن وحتى صباح يوم الاثنين بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجيات طباع هاي الزاوية بتعمل نوع من أنواع التوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة احتمال أو عندهم ضغط بحياتهم فممكن اتعرضهم لحوادث بسبب عدم التركيز وما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هاي ذروتها الساعة ستة وعشرين دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد طبعا هي تأثيراتها بتبدأ من فجر يوم الأحد وبتستمر حتى صباح يوم الاثنين بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية الساعة عشر وثلاثة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الأحد ذروتها ولكن تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم الأحد وبتستمر حتى ظهر يوم الاثنين بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغيرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة عشر وثلاثة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الأحد ورح يستمر لغاية الساعة عشر وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويصير في برج الميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار قبل الانتقال وأثناء فترة خلو المسار في عنا زاوية رح تكون ذروتها اليوم اللي هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين نبتون هاي تأثيراتها بدأت الزاوية يوم ثلاثة وعشرين ستة ومستمرة ليوم ثمانية وعشرين ستة طبعا ذروتها مساء اليوم الأحد الساعة عشر وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش الزاوية هاي تعمل عندنا نوع من أنواع الصعوبات في معرفة مشاعر الآخرين وبكون صعب علينا التعامل معاهم ممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتجة عن ذلك ممكن نرتكب أخطاء في أحكامنا ممكن نتعرضنا لخيبات أمل تجعلنا نرتكب أخطاء في أحكامنا وبتعرضنا لخيبات أمل وبرضو يعني هذا التحول بعمل تراجع في وضعيتنا وبعطينا هيك عدم القدرة على التواصل بشكل جيد أو بشكل واضح بالدل سياسيا على جدل بين أحزاب اليمين واليسار وأغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي ممكن يتم فتح بعض الحقائق أو التلاعبات خصوصا في قطاع الصيد البحري أو المجال الفني أو مجال النفط وبتشهد هاي الفترة تراجعات في المبادلات التجارية البحرية أو أي شيء يتعلق بالسوائل ونزاعات بين بعض الطواف أو المذاهب أو الفرق الدينية بعد هاي الزاوية مباشرة بانتقل القمر وباستقر في برج الميزان بيبلش يشكل أول زوايا لإلو الساعة 10.56 دقيقة مساء بتوقيت جرينج عشان هيك من ساعات المساء المتأخرة بتصير هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجيين لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لم تستقر بعد هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة أما بالنسبة للزاوية اللي برضو تأثيراتها رح تبدأ من ظهر يوم الاثنين وحتى فجر يوم الثلاثاء هي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين الشمس يعني القمر رح يصير نص بدر الساعة سبعة وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من صباح يوم الاثنين ولكن تأثيراتها زي ما حكينا من ظهر يوم الأحد وحتى فجر يوم الثلاثاء هذا الاتصال بخلق لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين متقلبين هي بتعطينا نوع من أنواع الصعوبات على المستوى العاطفي وأيضا مع الجنس الآخر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا عندنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والذنين هاي طيلة اليوم ولكن في ساعات اليوم المتأخرة والأيام القادمة بيصير عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية طبعا بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية لغاية ساعات الظهر الأجواء جيدة تقريبا ما في أي مشكلة للعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها بالبداية اللي هي تتعلق بالأمعاء أما بالنسبة للعمليات الكبرى فما في أي مشاكل دون الأعضاء اللي ذكرناها بالنسبة لعمليات التجميل طبعا ما بنصح فيها لأنه القمر نصف بدر والزهرة تأخذ طابعاً لنحوسة زوايا سلبية اليوم يعني قدر الإمكان ما بعطي إيجابية لإلها ولكن ابتداء من بكرة بتتشكل زوايا إيجابية فبيكون يوم الاثنين أنسب من هذا اليوم خصوصاً للحقن أو الجراحة أو الأمور الأخرى هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الميزان خلو المسار القادم بيكون الساعة ثمانية وثمانتاشر دقيقة من صباح يوم الأربعة ثمانية وعشرين ستة وبظل خلو المسار مستمر لغاية الساعة ثمانية وخمس وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر للعقرب يعني بمعنى آخر القمر رح يمكت في برج الميزان لغاية صباح يوم الأربعاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحسار المربع عمره سبع أيام في تمام الساعة ثمانية وخمسين دقيقة صباحاً بصير عمره ثمان أيام نسبة الإضاءة بتصير ستة واربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة سعيدة بنسبة سبعين في المية في ساعات الظهر بتصير سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية القمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان لغاية يوم ثمانية وعشرين ستة منتحس الآن بنسبة عشرة في المية أما في ساعات المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة أربعين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم سبع وعشرين ستة سعيد بنسبة عشرة في المية الآن في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً يا ريت اللي وصل معنا لهون إذا مش مشترك بالقناة يشترك إذا ما حط لايك يحط لايك بدي يحط كومنت يحط كومنت بدي يحط دسلايك يحط دسلايك بدي يكبس على الكبسات تاعت الدعم يكبس أنتو حرين بس علي أنا أذكر وبس والباقي عليكم أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بدكوا تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك القمر برضو اليوم موجود في بيت العمل والصحة في ساعة المساء المتأخرة رح يدخل في مرحلة المقابلة طاقتك ضعيفة عشان هيك لازم تنتبه لصحتك من بعض التقلبات تنتبه لغذائك وراحتك ممكن تشعر بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء أو المتطلبات أو الالتزامات أو الأمور الصحية نظم عملك بشكل جيد ما تحمل الواجبات حاذر من التبذير ممكن تعالج مسائل مالية أو أمور إلها علاقة بالفوتير المتوجب عليك أو بعض الدفعات أو المطالبات ولكن الأهم حاول أنك ما تعصب ركز بشكل جيد لأنه أي انفعالات ما رح تكون لصالحك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء تقريبا فيها إيجابية عالية على مستوى العواطف والأحبة وما بيتخلى الحظ عنكم ولكن العصبية بتسيطر عليكم وردات فعلكم السلبية بتظهر على الساحة فبتكون تضبطوا عصابكم قدر الإمكان حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صحح الانطباعات عنكم اثبتوا للمشككين قدراتكم ما تستسلموا للضغوط قبل تحقيق الإنجازات وثابروا وهذا من طبيعة برج الثور أنه ما بيستسلم وبيحاول دايما يتمم الأمور على أكمل وجه ولكن لا هم بدون عصبية بدون ردات فعل وإنفعالات غير مدروسة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن زي ما حكينا أنه في زوايا سلبية بدك تهدئ من روعك توقف عن التفكير قليلا خد نفس قبل ما تتخذ أي قرار عدل المليون لأنه اليوم قراراتك أغلبها ما رح تكون لصالحك ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة لا تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام وما تخالف القوانين ممكن تناقش موضوع ولكن دير بالك لأنه شوي بطبعك اليوم نوع من أنواع الجفاء حاول تكون لين عشان تمشي الأمور معك بشكل جيد وخصوصا اهتماماتك كلها رح تكون لها علاقة بالشأن الداخل اللي هي العائلة والبيت والعقار والأمور هاي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وهذا يوم مناسب لإجتياز امتحان ولكن لا تعتمد على الحظ بتعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران هي بتكثر التنقلات والحركة والتواصل فترة ممتازة العقد مؤتمر أو للقيام برحلة بتكثر عندك المطالب ولكن اتجنب اعتماد أسلوب فض بالحوار وخلي كلامك واضح عشان ما ينحسب عليك الموضوع وابتعد عن التحديات قدر الإمكان ممكن شوي تدخل بنقاش وتحتد فيه وبرضو انتبه أثناء قيادتك للسيارة لأنه ممكن يكون فيه إما أعطال بالسيارات أو أعطال بالأجهزة الإلكترونية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات قدر الإمكان وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بموضوع مالي أهم شيء أنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذروا أموالكم لا تغامروا لا تجازفوا لا تدخلوا بمشاريع مش مدروسة وكونوا عقلين ومتيقذين قبل التوقيع على العقود أو اتخاذ القرارات تحددوا أهدافكم ما في مجال المجازفات المالية وأيضا انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا فقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مكانتكم الإجتماعية ممكن تحسم أمور عالقة أو تقرر على شيء جديد وبتفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما وبتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وبتنتهي من مفاوضات لصالحك أو اليوم ممكن تحسم أمر لصالحك ولكن تقلب المزاج والعصبية والحدية بالطباع بيلعب دور فما في داعي للتسرع هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا يوم آخر بيتطلب منكم عدم الانتباه بشكل جيد لا صحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيشوا في دوامة من الكآبة أو الإحباط أو التقلب هاي فترة فيها إرهاق وتقاعس ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتضة والأجواء المشعونة ابحث عن الهدوء والسكينة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اليوم وممكن يكون لك ردات فعل سلبية أو أشخاص يوعدوك بشيء وما يوفو فيه فعشان هيك ما تعتمد على حد هذا اليوم انتظر ليوم الغد بيكون أفضل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة برضو ممكن هيك يكون في تجربة اجتماعية جديدة يتوجه لك دعوة لحضور حفلة مناسبة لقاء تتعرف على أصدقاء جدد وتتاح لك فرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو في هذا اليوم حاول أنك تظهر انفتاح أكبر واهتمام أكبر لا تخلي أي شيء يأثر عليك أو يأثر على نفسيتك أو يخليك تعصب صحيح أن القمر بيتجه إلى بيت متاعبك يعني رح تدخل في فترة صعبة في الأيام القادمة لغاية صباح يوم الأربعة إلا أنه بتطلب منك إنك تكون حذر شوي وضبط الأعصاب مطلوب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هذا اليوم مناسب برضو للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم أمام المسؤولين وبرضو بتقدروا تدافعوا عن مصالحكم وعن أعمالكم حافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن تتلقوا عرض أو تجهدوا نفسكم بموقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن أهم شيء أنك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وأي شيء بشوه السمعة وحاذر من الحوادث لأنه اليوم ما في توازن ما في تركيز عشان هيك حاول أنك تحافظ على تصرفاتك وعلى إنفعالاتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة بتتلقوا إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصف ولكن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد كثير على الحضوض ممكن بعضكم يسمع خبر شوي يسبب له نوع من أنواع الإرباك أو يزعجه خلال هذا النهار أهم مش أنك تحافظ على إنفعالاتك وردات فعلك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات قدر المستطاع حاولوا أنك تطلبوا رأي الشريك قبل التمسك بقراركم ممكن تنشغلوا بمسائل مالية أو هموم صحية أو عائلية باستطاعتكم بحث موضوع بيتعلق بقرض أو تمويل أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة الأجواء تقريبا بتعطيك دافع على المستوى المالي ولكن بدك تنتبه من النصابين والمحتالين وما في داعي للمغامرات المالية نهائيا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وأهم شيء أنه حاول قدر الإمكان تخلي هذا اليوم للتصالح للتقارب للاتفاق مع الشركاء العمل أو العاطفة زي ما حكينا وما بين الأزواج وما في داعي اليوم للعصبية والحدية حاذروا من توجيه كلام جارح أو نابي بغير محله لأنه ممكن هذا الشيء ما يكون لصالحة وممكن تواجه خصم شرس وتشتد المنافسة بينكم فعشان هيك هنا في داعي للحدية وما في داعي أيضا لمخالفة القوانين عشان ما تصير أنت المدان يعني اليوم مش لمصلحتك انتظر ليوم الغد وبعديها ولع فيه مش مشكلة طيب هيك إحنا وصلنا لنهاية الحلقة برضو بدأ أرجع أذكر اللي ما حط اللايك أو الدسلايك والكومنتات عسا واحد يطلع يقول لي كومنتات يا متعلم تحكي عن حالك دكتور اسمه كومنت كومنتات هاي أنا لما بدأ أتخوت لما بدأ أضحك لما بدي أنكت بحكي كومنتات بلغة العوام يعني فعادي يعني تقبلوا مني مش قاعد في دولة أوروبية أنا وبعمل توفل السيستم تحنوني كمعن اللي بده يكبس على الكبسات يكبس اللي بده يحط لايك يحط بده يشترك يشترك بده يلغي اشتراك ويلغي اشتراك وبده يحط دسلايك يسب علي يسب علي بده يتبرع هاي الكبسات بده يتبرع شكرا نستمعكم وأشوفكم على خير إن شاء الله هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء